الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الأساسية اللي بتمس حياة المواطن وكل اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله ان احنا كيف نرشد من هذا الدعم عشان نقدر كدولة ان احنا نستمر في تقديمه لان كل ما بتزداد وضع هذا الدعم وبتزيد علينا بيؤثر في الخدمة نفسها وده اللي احنا كنا بنقوله حتى لما جينا ضربنا مثلا بموضوع الكهرباء ان نتيجة لان الدعم بقى زائد عن قدرة احتمال الدولة اضطرنا نلجأ الى تخفيف الاحمال وعشان كده يمكن احنا طرحنا عشان نأكد ان وجهة نظر الدولة وتوجه الدولة هو استمرار الدعم ان احنا نبدأ نطرح للحوار الوطني والحوار المجتمعي فكرة التحول لدعم نقدي لان كل الخبراء اللي سألتهم وبعد معاهم وبعد استمع اليهم انا بتكلم على خبراء اقتصاديين كله بيؤكد ان لا سبيل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة ووصولها فعلا لمستحقيها ان يكون هذا الموضوع يتحول بدل ما هو دعم عيني الى دعم نقدي تستفيد منه القسر المصرية المستحقة لهذا الدعم وعشان كده تاني انا بأكد من خلال هذا المؤتمر ان احنا فعلا يعني بنوجه الدعوة للحوار الوطني وكل الخبراء ان يبدأوا فعلا في منقشات جدة جدا بتضع خطة واضحة جدا للدولة وللحكومة كيفية التحول اذا ثبت جدوى هذا الموضوع كيفية التحول للمنظومة الدعم النقدي بدل العين علشان هو ده السبيل الوحيد فعلا ان يبقى فيه مبلغ مناسب جدا للأسرة المستحقة تقدر كل رب أسرة يشوف ما هو أولوياته ويستفيد من هذا الدعم بهذه الطريقة وتاني بأكد الرقم ده مش هيبقى ثابت بالعكس هيبقى هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم بزيادة بعض الأسعار العالمية تمكن الدولة انها كل شوية تقدر تزود الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يفضل المواطن مستفيد بالدعم ده ما يتحولش مع مرور الوقت ان يبقى رقم قليل فعشان كده مرة أخرى بأكد ان شاء الله احنا بنستهدف ان نصل الى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام او بنهاية هذا العام اذا تم اقراره من كل هذه الأليات للحوار المجتمعي والحوار الوطني والخبراء نضع معا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلا التطبيق الفاعل لي ان شاء الله اعتبارا من موازنة 25-26 انا نعي تماما ان ملف الدعم دائما هو ملف شائك ويمكن يعني دائما بيبقى نعي تماما انه بيبقى بيلقى عدم قبول ولكن لازم نحن كلنا في اطار الاصلاح الاقتصادي للدولة ان احنا نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح علشان نبقى عارفين كويس ان قدرات الدولة المصرية قدرنا ان احنا على مدار العامين الماضيين نتحمل اقصى قدر ممكن ولكن النهاردة لازم ببساطة شديدة وبهدوء وبتدرج نبدأ نتحرك في بعض السلع والخدمات علشان نكون قادرين على استدامة تقديم الدعم وتقديم هذه الخدمات بافضل تصورة ممكنة للمواطن المصري الحقيقة النهاردة مجلس الوزراء ناقش شيء مهم جدا في اطار عملية الترشيد وهي موضوع الخبز المدعم وهذا الملف انا عايز اقول لحضراتكم لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ اكتر من 30 سنة منذ اكتر من 30 سنة لم يتم التحرك في هذا الموضوع على مدار التلاتين سنة سعر الخبز تضاعف مش عايز اقول كم مرة يمكن عشرات المرات منذ يعني او عدة مرات منذ وقت ما كان من اكتر من 30 سنة كان سعره قد ايه على الدولة والنهاردة وصل لسعره قد ايه وبالتالي الكلام ده حمل الدولة اعباء مالية اصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا وبالتالي كان كل هدفنا ان احنا مجرد نقلس هذا الدعم بصورة قليلة موسيقى